أحياناً كتير تحصل أحياناً تحصل أزمات في الأدوة يا بعض الأنواع ممكن ما تبقاش متوفرة طيب وفي أحياناً أخرى بتبقى أنت عايز دوا بعينه لأي سبب من الأسباب ويكون مثلاً الدوا دا مستورد من مركة معينة نادراً لما بتيجي مثلاً مصر فحضرتك بتروح عامل إيه؟ بتروح داخل على صفحات الفيسبوك معرفش ليه وتبدأ تداخل فتلاقي وحماسة يقول لك إيه أنا عندي الدوا دا مش عارف إيه بكذا السؤال بقى هو حضرتك متأكد أن الدوا اللي أنت هتشتريه ده دوا بجد مش مغشوش؟ متأكد؟ يعني أنت إيه شعرفك أن الدوا ده الأصلية؟ هتقول لي أصل العلبة أصلية أو أنت حضرتك تعرف العلبة الأصلية؟ يعني متأكد أنك تقدر تفرق ما بين الدوا الحقيقي اللي واخد موافقات وبالمناسبة اللي داخل بشكل شق أصلاً ممكن يبقى الدوا سليم وزي الفل بس هو عدى مدة الصلاحية بتاعته ومضبوعة ليه؟ مدة جديدة وإنت بتشتريه من على مكان ما ما هواش المكان الطبيعي لشارع الدوا اللي هو الصيدلية بمنطقة البساطة خلونا ناخد معنا داخل الستوديو ينورنا ويشرفنا دكتور علي عبدالله رئيس الجمعية المصرية للدراسات الدوائية زكا دكتور منورنا زكا دكتور زكا دكتور الدوا السيد يوسف يمكن أنا دائماً أقول أنه مهنة تمارس وليست سلعة تباع يعني حتى فيما يعرف بالتطبيب الإلكتروني برضو مخطأ لأن أنا كطبيب في عياتي مثلاً ويجيني مريض هيشفى عليه وبص في عينه وبص في نون بشرته من خلال الرؤية دي ممكن أشخص صحة كذلك الدوا الدوا هو بنصرف في السيدلية يجب أنه وبرضو الخطأ اللي احنا بنخطأه أن احنا بنعتبر أنه كيس الدوا زي كيس الطماطم أخده ومشي لأن فيه آداب وأصول صرف الدوا الرشدة لازم تراجع مرة وثانية وثالثة لأنه الطبيب إنسان بني آدم ممكن يكفي أو أن يركز في طريقة التشخيص أما الدوا فعل علم آخر لابد أن يكون له رجالاته دا ما ينفع شيء بقصة إيه أن الكفاءة في سرعة صرف الدوا لا الكفاءة في كيفية قراءة هذه الأدوية بشكل دقيق وإن ما يكونش وهل الدواء دا يناسب عشي الشخصية اللي أنا نولأه عمرا وينسا ومرضا وهذه الأدوية دي هل هو عنده تاريخا أدوية أخرى ممكن تتعارض مع هذا الدواء هل في عاداته الغذائية يعني ركن لي المقال عن بس دي أو ده دور الطبيب الصيدلاني ولا دور الطبيب البشري الذي يناظر ويكشف ويشخص فيكتب الوصفة الطبية الطبيب مسقل بعلوم ومطلوب منه أنه شخص ويدقق في العيادة الإدامة لكن لا يستطيع بين الجمع بين علمين وبالتالي لابد أن يكون هناك صيدالي يراقب ويمتلك حق الفيتو على الرجدة بل أنه من الظلم للأطباء أنه نحملوا بعض الأخطاء في الرجدة يعني أحيانا طبيب يكتب دواء تركيب مثلا المحلول دا 20% فلو راح للصيدالي والصيدالي ركب وده خطأ في القانون برضه الدواء دا 20% وخده المريض والمريض أزى الصيدالي هنا هيقول أنا نفست والمريض أرجع للطبيب مع أن الزنب في الأصل هو زنب الصيدالي اللي عمل الدواء دا ليه؟ لأن الفرماكوبية أو العلم الدواء اللي هو تعلمه يقول لا أن التركيز في هذه الحالة لا يزيد على 1% ويمكني أقولك على واقع حصلت يعني بالفعل تاريخي المعالم الشخصية وبالتالي هنا لا أنت هنا مراقب أنت هنا متراجع ومسؤوليتك فما ينفعش لازم نخفف عن ده اشتركوا في القناة